قصة زوجة موسى عليه السلام نشأ سيدنا موسى عليه السلام في قصر فرعون وتربى هناك وفي احد الايام رأى موسى عليه السلام احد المصريين التابعين لفرعون يقوم بمقاتلة رجلا من بني اسرائيل فهرع موسى عليه السلام لمساعدة الى الرجل الاسرائيلي فقام بدفع الى الرجل المصري مما ادى الى موته على الفور وذلك دون قصد من سيدنا موسى وعلى الفور انتشر الخبر بين الناس وعندما وصل الى فرعون قرر قتل موسى لقتله المصري وفي تلك الاثناء جاء لموسى رجل نصحه بالخروج من مصر للمحافظة على سلامته من بطش فرعون وبالفعل سمع موسى عليه السلام على النصيحة وتوجه الى مدين اثناء رحلة موسى عليه السلام الى مدين وصل الى مورد ماء وقد تجمع عليه الكثير من الرعاة لكي يسقوا مواشيهم ولمح سيدنا موسى عليه السلام امرأتين تنتظران مع اغنامهما في الناحية الاخرى لحين انتهاء الرعاة من الاستقاء حتى يسقي فذهب اليهما للاستفسار عن حالهما فقموا باخباره بحالهما وانهما لا يرغبان في مزاحمة الرجال لكي يسقي وان والدهما رجل عجوز غير قادر على ان يسقي من مورد الماء فسق لهما موسى عليه السلام اشتركوا في القناة ثم جلس تحت ظل الشجرة وتوجه لله بالدعاء لكي يكفيه هم الجوع والعطش استجاب الله تعالى الى دعاؤه وارسل له الفرض فعندما عادت الفتاتان الى والدهما واخبراه بما حدث معهما وعن شهامة سيدنا موسى عليه السلام فقام والدهما بارسال احد ابنتيه الى موسى عليه السلام لكي تطلب منه الحضور الى والدها للتعرف عليه وشكره لما فعله مع بناته وبالفعل حدث ذلك وذهب موسى مع الفتاة الى والدها وعرض عليه الشيخ عرضا لم يكن في الحسبان وهو الزواب باحد ابنتيه مقابل ان يخدمه لثمان سنوات او عشر في رعي الغنم يقال ان زوجة سيدنا موسى عليه السلام تضع صفورة او صفوريا او صفورة وهي احدى ابنتي الرجل الصالح الذي عرض على سيدنا موسى عليه السلام الزواب من احدى ابنتيه وهناك اختلاف بين العلماء في نبوة هذا الرجل الصالح فقد ردح كل من الحسن البصري ومالك بن انس وغيرهما ان ذلك الرجل هو نبي من انبياء الله وهو شعيب عليه السلام بينما قال علماء اخرون مثل ابن كثير وغيره ان هذا الرجل هو ابن عم نبي الله شعيب او ابن اخيه وانه كان رجلا صالحا من قومه وذكر ابن عشور في كتابه التحرير والتنوير ان موسى عليه السلام بعد ان تم تخييره للزواج من احدى الفتاتين فانه اختار الفتاة الصغر وذلك لانها قامت بارشاد موسى عليه السلام الى طريق والدها فشهد منها حيائها واخلاقها انها كانت تتسم بالحياء فقد ورد ان الفتاة كانت ساترة لوجهها حياء وروي عن عمر بن الخطب رضي الله عنه انها قامت بسكر وجهها بكم قميصها وجاء ايضا انها قامت بتغطية وجهها بكلتا يديها وفي تفسير القرآن للامام الطبري فقد ورد ان الفتاة كانت تمشي بين يدي موسى عليه السلام فضربها الريح وبانت عجزتها فقال لها موسى عليه السلام امشي خلفي وادليني على الطريق ان اخطأت ويقال في رواية اخرى ان الفتاة عندما جاءت على استحياء من موسى عليه السلام فقال لها موسى امشي خلفي وانعتي للطريق وانا امشي امامك فانا لا ننظر الى ادبار النساء كذلك يستدل من قيام زوجة موسى عليه السلام برعي الغنم وسقايتها على انها كانت برة بوالدها وتسعى لمساعدته والتخفيف عنه وذلك بالرغم من صعوبة ما تقوم به ولكنها قررت هي واختها القيام بهذا العمل الشق بدلا منه وعدم اشغاله لكبر سنه